اشتركوا في القناة تغيرات متسارعة في العالم أكدت عليها مملكة البحرين في كلمتها التي ألقاها نيابة عن جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة والي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي دعا سموه من خلالها إلى ضرورة موكبة التغيرات بشتى المجالات والنظر عن كذب في التحديات العالمية داعيا إلى الاتحاد من خلال خطوات جادة ترسخ الحوار بين مختلف الأطراف مملكة البحرين أكدت خلال الكلمة التزامها والمسؤولية العالية التي تحملها ترسيخا لقيم التعايش والتحور بين الجميع والمشاركة بفعالية في إرساء الأمن والاستقرار والسلام بين دول العالم وشعوبه والنهوض بمسؤولياته التاريخية والإنسانية لبناء السلام وتحقيق الأمن الجماعي والدفع بعجلة التنمية للأمام وترسيخ حقوق الإنسان وسيادة القانون وتعزيز دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في إيجاد حلول للغضايا الشائكة بالعالم مرجح المقاطع والمقاطع والمقاطع والاستقرار والمقاطع 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من خلال تعزيز الشركات الاستراتيجية ومد جسور التعاون الدولي في شتى المجالات بهدف الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار نانسي قنقر شراكة متكافئة مثمرة ومتعاونة على مختلف المستويات بين مملكة البحرين والأمم المتحدة أسامت في توحيد الرؤى المستقبلية والتي تهدف إلى تكوين مجتمع إنساني يطمح للنهضة والمعرفة والبناء على امتداد العالم يكتمل فيه المستقبل المرجو للجميع من خلال التعاون والتعايش والتقدم والازدهار كلمة مملكة البحرين في هذا المحفل الدولي تعرض سلسلة من أولويات المملكة وخصوصا في ملف حقوق الإنسان باحترام كرامته وحرياته وأمنه ورفاهيته وسلامه باعتباره الثروة الحقيقية للوطن والأوطان بشكل عام والمحرك الأساسي في التنمية الشاملة التي تقوم عليها مملكة البحرين وأيضا هذه الكلمة أكدت تعزيز العلاقات الدولية في شتى المجالات باعتبار مملكة البحرين عظما فعال في أن ينعم العالم بالأمن والسلام شوق العتمان لمركز الأخبار نيويورك